بلآن كيف نتعلم الخط؟ تعلم صحيح يعني يعني لابد من معلم صحيح نعم يقال من قانا شيخه وكتابه فخطأه ووكره من صوابع يعني يعلمه دائما بس لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تعلموا الناس صحيح نعم طيب إذا لم يجد نعم هو يعني إذا ما في بدائل متوفرة يقد بالموجود لا بأس بهذا يمشي نعم حتى يعني يفتح الله عليه يفتح الله عليه لكن ترى دائما الإنسان يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يمد بالعوم ويفتقر إلى الله الله سبحانه وتعالى يفتح عليه وقد يلتقي يعني يبتدأ الآن يعني ما ينتظر بعض الطلاب ينتظر يقول لنا حتى أجده يعني لا أكتب يا أخي أبدأ الآن حتى لو بطريقة الشف بطريقة التنقيض أبدأ أكتب حتى يفتح الله عليك وتتقدم وتنظر بعض المقاطع صحيح نعم نعم خاصة يعني في الدول هذه النائية الآن يعني سبحان الله أنا يمكن أنت طلعت على بعض الكتابات الآن اللي كانت في بعض الدول هؤلاء لا عرفوا اللغة العربية ويكتبوا ما شاء الله هنيئا لهم هنيئا لهم إذا كان هذا مستواهم وهم ما يتكلمون العربية ولا يعني حتى ما يفهمون فهذا معناه إذا توفرت لهم الوسائل سيبدعون أكثر وأكثر صحيح لكن المعلم ممكن يقرب له أشياء كثيرة بعيدة بكلمات يسيرة صحيح صحيح نعم لكن أهم ما يكون في الخط كما قلت لي التدريب العملي صحيح نعم 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 من أهم الأشياء في جميع العمال تقريبا العمل وليس النظر لأن العلم النظر لا يفيد كثيرا مثل العمل التطبيق مهم جدا في موضوع الخط لدينا الآن كراسة للشيخ عثمان بما أننا نستخدم طريقة الشيخ في كتابة المصحف هناك كراسة بإذن الله سيتم توفيرة للأخوان فيها شرح لجميع الحروف شرح مبسط وسهل وصفحات للتمارين نعم بحيث يستطيع المبتدئ المتدرب أن يتعلم الحروف بشكل صحيح ويتعلم كتابها بشكل صحيح ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة المصحف ماشاء نعم وسيكون ذلك بإذن الله عونا له على الكتاب الصحيح الله يعينه إياك بارك الله فيك